السلام عليكم أصدقائي لن أتكلم في هذا الفيديو عن النتيجة فكلنا نعرف النتيجة فاز المنتخب الفرنسي بهدفين لصفر على المنتخب المغربي بلقاء نصف النهائي نهائيات كأس العالم رغم ذلك أصدقائي شكرا 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 للمنتخب المغربي شكرا شكرا لكل ما قدموه شكرا للمنتخب المغربي على هذا الإنجاز الكبير والمشرف ولله الحمد لأول مرة منتخب من منطقتنا منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن إفريقيا يستطيع الوصول إلى نصف نهاية كأس العالم أيضا أصدقائي شكرا لكل من شجع وساند المنتخب المغربي في مشواره شكرا لكل العرب شكرا لكل الأمازيغ شكرا لكل الإخوة الكرد الذين أيضا شجعوا المنتخب المغربي وساندوه شكرا لكل الأفارقة شكرا لكل الأسيويين شكرا لكل شعوب الشرق الأوسط وشمال الإفريقيا يعني مهما كيفما اختلفت لغاتهم وأيضا تقافتهم الكل شجع المنتخب المغربي المنتخب المغربي ولله الحمد عشنا مع حلم جميل أيضا أظهر لنا المنتخب المغربي بأن كل شعب وكل دولة تستطيع يعني إذا آمنوا بأنفسهم وأمنوا بأحلامهم بأنه لا يوجد مستحيل لا في كرة القدم ولا في الاقتصاد ولا في التنمية ولا في تحقيق الأحلام أتبذلنا المنتخب المغربي بأن الإنسان من حقه أن يحلم بما أن الحلم مجاني فنحلم ونجتهد ونعمل والواحد بطبيعة الحال عندما يحلم ويجتهد تكون عنده إمكانية لتحقيق أحلامه أو تحقيق على الأقل جزء كبير من أحلامه لذلك أنا شخصيا فخور جدا بما حققه المنتخب المغربي وفخور كثيرا لأنه صراحة رغم أنه هذه فقط رياضة وهذه كرة قدم رغم ذلك الحمد لله فخور جدا لأنها جمعت بين الشعوب فيعني لا تعرفون كيف كانت فرحتي عندما أرى الإخوة العرب أو الإخوة الكرد أو الإخوة الأمازيغ أو الإخوة الأفارقة أو الإخوة الأسيويين أو حتى من أمريكا الجنوبية أو حتى من أوروبا يعني ناس يشجعون المنتخب المغربي يدعمون المنتخب المغربي يرون في المنتخب المغربي تلك المفاجأة الجميلة يعني شيء جميل ورائع لذلك المنتخب المغربي سوف يفتح الباب لمنافسة وسوف يفتح الباب لجميع المنتخبات وجميع الفرق وجميع الدول أن تؤمن بنفسها ويمكن هذا الأمر أن يجعل من كأس العالم المقبلة التي سوف تقام سنة 2026 بتلات دول في أمريكا المكسيك وكندا تلات دول سوف تنظمها سوف تجعل من هذا الكأس العالم كأس عالم حماسي لأنه الآن جميع المنتخبات سوف تحلم وسوف تحاول أيضا أن تحقق ما حققه المنتخب المغربي أو تحقق أيضا أكثر وتحلم أيضا بآمالها ولا يكون فقط سقف أحلامها بسيط لا الأحلام سوف تكبر فشكرا لكم وشكرا لما حققه المنتخب المغربي عشنا الحلم بجماليته لكن هذه هي كرة القدم فيها الرابح وفيها الخاسر مبروك للمنتخب الفرنسي بطبيعة الحال بكل روح رياضية وأيضا مبروك يوم أمس الفوز للمنتخب الأرجنتيني على نظيره الكرواتي الآن يوم السبت سوف نشهد مباراة جميلة بين المنتخب المغربي والمنتخب الكرواتي من أجل مباراة المركز الثالث عالميا نتمنى إن شاء الله الفوز للمنتخب المغربي كي يحتل المنتخب المغربي المركز الثالث عالميا وسوف تكون أيضا مقابلة نهائية حماسية بين منتخبين كبيرين المنتخب الأرجنتيني الذي عنده لقبين لكأس العالم فازت الأرجنتين سنة 1978 بكأس العالم وفازت أيضا الأرجنتين سنة 1986 بكأس العالم وفرنسا التي أيضا فازت مرتين بكأس العالم سنة 1998 و2018 يعني الأرجنتين أو فرنسا من سوف يفوز سوف يحصل على النجمة الثالثة كنا نتمنى أن تكون النجمة الأولى للمنتخب المغربي لكن كلهم نجوم وأيضا كلكم نجوم كل العرب نجوم كل الأمازيغ نجوم كل الكرد نجوم كل الأفارقة نجوم كل الأسيويين نجوم كلنا نجوم كل شعوب الأرض نجوم ونفتخر بجميع الناس وبجميع مهما اختلفت الديانات مهما اختلفت ألوان البشرة مهما اختلفت الشعوب نفتخر بالجميع ونحب الجميع ونتمنى الخير للجميع شكرا لكم بارك الله فيكم ويوم السبت سوف نعيش الحلم لتحقيق المركز التالت إن شاء الله والحمد لله حققنا الحلم ووصلنا لله الحمد إلى المقابلة النهائية ونحن ضمن الأربعة الكبار شكرا لكم بارك الله فيكم